مجلس إدارة النادي الأهلي يدعو الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية خلال الفترة القادمة وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة للأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنة والأخر سنة مالية الذين لهم حق حضور اجتماع جمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الاثنين الموافق 28-11 اجتماع أول ويوم الثلاثاء الموافق 29-11 اجتماع آخر وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضاً في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 18-2021 النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فيه 30-06-2022 عن الفترة من 1-07-2021 حتى 30-06-2022 أيضاً برنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فيه 30-06-2022 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل 2022-2023 أيضاً تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأات المدير التنفيذي والمدير المالي النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءاً من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام أيضاً اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل زيادة المقابل للتحاق العضوية فرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتماد الأعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية وغيرها من الرسوم والمبالغ التي تحصل من السادة الأعضاء العاملين بنسبة 15% وفقاً لللائحة المالية المؤحدة للأنديال الرياضية بدءاً من العام المالي 2023-2024 واعتباراً من 1-7-2023 النظر في التوصيات الخاصة بالشؤون القانونية وفقاً لما تقره اللائحة على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية في التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء بالنسبة للاجتماع الأول يبدأ الاجتماع الأول يوم الاثنين الموافق 28-11-2022 في التاسعة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وفي حالة اجتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال وفي حالة عدم اجتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر الاجتماع الآخر يبدأ الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 29-11 في تمام التاسعة صباحاً بالتوقيع بالكشوف حتى السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% فقط أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور الجمعية العمومية على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اجتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاب النادي يطبق في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة 40 من لقاحة النظام الأساسي للنادي الأهلي يجب على العضو الحضور اجتماع الجمعية العمومية احضار إثبات شخصية رسمي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي لعام 2021-2022 على الأقل للتوقيع بالكشوف آخر موعد للسادة الأعضاء المسددين لاشتراك السنوي والإدراك بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للعقاد بـ 15 يوم الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية اجتماع الجمعية العمومية ويلتزم المخالف بسداد 50% وهي مبلغ يعادل اشتراك السنوي للعضو المخالف تبقى للمدة 32 من اللائح كافة الإجراءات والتفاصيل معلنة بالنادي كان مهم جدا لنا أقول لحضراتكم عن كل ما يحدث في هذا الموضوع الأهل يعلن طرح عدد من المزايدات بفرعية مدينة نصر والشيخ زايد النادي الأهلي يعلن عدد من المزايدات بمقر مدينة نصر والشيخ زايد خلال الفترة القادمة